افتكرت الوقت فيه شاب من العشويات قاعد يتكلم معايا وكان حوار مرعب قال لي انا كنت على وشك ان انا قلبس حزام ناسف وفجر نفسي قص الزن على الودان واحش اوستاز سألته طب انت تراجعت ليه قال لي ببساطة قصنا جبان كنت هاخد مبلة كويسة ديه الاهلي والراجل اقنعني ان هيكتب لي قص في الجنة باسمي سألت وقلت له يا ابني انت سدات سدات ان ربنا يكتب لك قص في الجنة عشان فجرت نفسك وقتلت ابرياء وكمان مدت معاه منتحر قال لي بصراحة انا سدات وحسيت ان انا هعمل عمل عظيم قلت له لا يا ابني انت كده هترتكب جريمة قال لي يعني يا استاذ محمد لو واحد جالك وقالك دافع عن الاسلام هتعمل ايه قلت له لو يمكن هيجيلي انا لان ببساطة لو جالي هيقول لي بصوت حنين ونوراني يا استاذ محمد انت رجل مسلم وعليك الدفاع عن الاسلام حرد وقول له طبعا انا لي الشرف ان انا دافع عن الاسلام ايه المطلوب مني بقى حيقول لي عليك ان ترتدي حزاما ناسفا وتفعل ما يطلب منك تفجر نفسك وسيكتب لك قصا في الجنة باسمك حرد عليه فورا وقول له كتاب الله القصم يكتب غير باسمك انت اطلع تطلع دي انت الاول وانا اطلع اللي بعدية عمره بحيعملها طبعا بس شفتوا بقى الارهابي زي منطلق الاشاعة بيختار الفريسة اللي تصدقوا اللي هو ناقص عقل وجاه الدين اشتركوا في القناة